الى اول ابدأ الحلقة بصدقة التوقعات يعني يمكن ارائتنا الحقيقة في حلقة نهاية الاسبوع حلقة الاربع اللي فات لما اتكلمنا مع حضراتكم مع اكتر الفرق المرشحة للحصول على بطاقة التأهل لدور التمانية انبارح النتيجة جات من الكنترول او النتيجة تلعت بشكل رسمي وزي ما توقعنا تقريبا او كانت التوقعات بنسبة 200% صحيحة خليني استعرض مع حضراتكم التمانية الكبار تمن فرق اللي نجحوا فيه التأهل عن المجموعات الاربعة لدور التمانية في بطولة دوري ابطال افريقيا عن المجموعة الاولى مامالدي سانداونز ومازينبي زي ما قلنا انبارح دي كانت مجموعة محسومة بالفعل انواذيبوا وبرمدز خرجوا من بدري كانت حساباتهم صعبة جدا وضعيفة وحتى قبل جولة النهائية كانت تقريبا مرهمش حظوص في التأهل المجموعة التانية كان حسمها بشكل كبير اسك ميموزا وكانت البطاقة التانية بين الوداد وبين سيمبا سيمبا نجح مبارح بعد التحقيق فوز عاريد الحقيقة بنتيجة 6-0 انه يحسم البطاقة التانية وبكده تكون تاني الفرق الكبيرة اللي كانت منها المرشحين للمنافسة على اللقب حسب الترشحات يعني اللي تقالت دي ما كانتش وجهة نظرنا ولا رأينا لكن الناس كتير قايت لك الوداد هيكون موجود للترشح أو للمنافسة على اللقب مش بس مجرد التأهل من دور المجموعات لكن كمان الوداد خرج وبرامت خرج ودول يمكن خلينا يعني طبعا الوداد مفاجأة مفاجأة المفاجأة حقيقية لأن الوداد ضيف دائم على على الأقل المربع الذهبي فيه آخر أربع نسخ من البطولة بطل النسخة قبل الأخيرة وصيف النسخة الأخيرة فبالتالي خروجه هو أكبر المفاجأات يعني بيرامتز اعتبروا على سبيل الترشحات يبقى أنه ناس كتير قايت لك بيرامتز هينافس وبييرامتز هيقدر يروح لبعيد اعتبر بالنسبة لهم هم مفاجأة لكن بالنسبة له خروجي ما كانش مفاجأة مجموعته صعبة جدا عندها خبرات كبيرة جدا طيب يبقى كده أول أربع قلنا ماماليدي سانداونز ومازينبي ياسيك ميموزا وسيمبا يابترو أتلاتكو في المجموعة الثالثة كان يغرد منفردا وبالتالي حسن بطاقة التقاهل بدري بدري وكان الصراع بين الترجي التونسي والهلال السوداني والترجي مبيرح مجع في حسب البطاقة الثانية من المجموعة الثالثة والأهل يونج افريكانز زي ما أنتم بتبعين طبعا كل تفاصيل المجموعة والمباراة الأخيرة الأهل يونج افريكانز انتهت بفوز الأهل وبالتالي الأهل يانج أفريكا سأهالة عن المجموعة الرابعة كده الأهل هقبل مين لسه من عرفش الأهل ببساطة شديدة جدا هقبل واحد من ثلاثة مازينبي كونغولي الترجي التونسي سينبا تنزيني واحد من الثلاثة والحقيقة أنت لو بسيت للتمانية اللي موجودين صعب تفضل الفريق على حساب فريق يمكن في السنوات الأخيرة تقول يانج أفريكا سانداونز هو المنافس الرئيسي للأهل في التمانية الكبار يمكن هو ده أو هما دول الفرقتين الأقرب للمنافسة لكن أنا بشوف الحقيقة أن كل الفرقة حظوظها تكاد تكون متساوي ليه؟ أسك ميموزة مقدم عروض قوايا جدا في دور المجموعات أنا دايما بفصل يعني مش بالضرورة لتعمله في دور المجموعات يبقى نتاج طبيعي أو مقدمات طبيعية اللي هتعمله في الأدوال الإقصائية بالعكس صحيح حتى الأهلي ده ينتبق كمان على الأهل وقت كتير بمش مستوانة بنعملش رتاك كويسة في دور المجموعات لكن لما بتطلع أدوال الإقصائية بيظهر المرض الأحمر نفس الشيء ينتبق على مازينبي كونغولي على سانداونز على سيمبا على الترجي شاء من شاء وأبا من أبا واحد من كبار أفريقيا يتراجع مستوى يحصل له مطبات صعبة لكن قادر يرجع في أي لحظة وفي أي وقت وفرقة لازم دايما تعمل لها حساب وسيمبا تنزانيك واحد من القوى الصعيدة برضو أنت بتكلم على فرقتين من تنزانيا فرقتين من تنزانيا حاضرين ضمن التمانية الكبار في أفريقيا سيمبا وايانج أفريكيس فبالتالي المنافسة هتكون على أشدها في دور التمانية وأي فريق أنت هتقابله ما فيش لقاء سهل أو لقاء صعب نتمنى إن شاء الله أنه الواجه الحقيقي للأهلي وكويس عندنا فترة يعني مش عارف والله كويس ولا واحش لأن إحنا لما توقفنا المرة اللي فاتت المكانة عتلت شويتين لكن نتمنى إن شاء الله بإذن الله للقادم يكون أفضل وخصوصا أن إحنا عندنا مباراة مهمة جدا هتكون آخر مباراة قبل التوقف الدولي إن شاء الله للمنتخب